نظمت جمعية بيت التراث يوم أمس في مدينة يالاق نشاطا تأبينيا للناشطة في العمل الثقافي بولو جالو ذلك بمناسبة مرور سنة على رحيلها حضر افتتاح هذه التظاهرة الثقافية الأمين العام لمقاطعة يالاق والعمدة المساعد للبلدية وقد تخللت اليوم الأولى من هذه التظاهرة عروض ثقافية ومسرحية وإلقاءة شعرية كما عرفت التظاهرة حسب القائمين عليها تنظيم مباريات لكرة القدم وتوزيع جوائز على نشاطاء العمل الثقافي والاجتماعي في المدينة